اشتركوا في القناة للمشاركة في فعاليات منتدى حوار المنامة بنسخته الثالثة عشر مؤكدا سموه على عمق الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية باكستان الإسلامية وما تنعكس عليه تلك الأواصل من نماء وازدهار على مختلف الأصعض وأشهد سموه بوقوف جمهورية باكستان الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في جهودها الأمنية والعسكرية المتواصلة لصد التدخلات الخارجية ومكافحتها للإرهاب وأضاف أن المملكة تتطلع للمزيد من التعاون والتبادل العسكري مع باكستان في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لما حققته منظومتها العسكرية من تقدم واسع ونجاحات كبيرة ضمن جهودها لتقوية مؤسساتها العسكرية وبدوره أشهد الفريق أول ركن زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بالمستوى المتقدم للعلاقات المشتركة بين البلدين وما صاحبها من تعاون في مختلف المجالات مؤكدا أن الجيش الباكستاني يتطلع لمزيد من التعاون مع الحرس الوطني والمؤسسات العسكرية في المملكة كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر